بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا خبر في غاية الأهمية هو مش مجرد خبر بس ولكنه قضية قضية رأي عام لم يتم الإفصاح عنها لأغراض معينة ولغرض سامي وهو عدم تعطيل السنوية العامة ويخرجها بالمظهر اللائق وعدم حدوث أي شغب ولذلك لم تعرف أي وسيلة من وسائل الإعلام عن هذا الأمر شيئا تحية كبرى للأستاذ الدكتور طارق شوقي ومن عوانه في هذه القضية ولنرفع لهم القبعة ويلا بينا نتعرف على هذه القضية التي كانت مخفية وانسدل عنها السطار حاليا يلا بينا نتعرف على تفاصيل هذه القضية هذا الخبر يا شباب منشور في جاريدة الأهرام بتاريخ السلساء الثاني من أغسطس 2022 إليكم هذه القضية الكبرى المطلقة بامتحانات السنوية العامة 2022 دفعوا آلاف الجنيهات للغش في السنوية العامة وصدمتهم وزارة التربية والتعليم انتهت امتحانات السنوية العامة وقاربت النتيجة على الإعلان لكن هناك قضية كبرى نجحت فيها وزارة التربية والتعليم بامتياز بعدما تصدت باحترافية لما يمكن اعتباره مافيا حاولت ضرب الامتحانات وتشكيل لجان غش جماعي في إحدى محافظات الصعيد بعد دفع مبالغ مالية ضخمة نظير القيام بهذا العمل لم تتاجر وزارة التربية والتعليم بالقضية أو تفسح عن تفاصيلها حتى اللحظة إدراكا من وزيرها الدكتور طارق شوقي والمسؤولين المعاونين له في السنوية العامة بأنهم قاموا بواجبهم لا أكثر بأن يتم نسف اللجان التي تصنف إعلاميا بأنها لجان أولاد الأكابر وقد تحقق المراد وتمت المهمة بنجاح لجان أولاد الأكابر اسم لطالما تم إطلاقه منذ سنوات طويلة على لجان امتحانات السنوية العامة التي تشهد تحويلات بالمخالفة للقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بغرض تحولها إلى بؤرة ملتهبة يتمكن طلابها من تحقيق مرادهم من الغش الجماعي وإحداث الشغب وترهيب المراقبين كان هذا الاسم موجودا في امتحانات السنوية العامة حتى عام 2017 لكن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات والقرارات حالت دون عودة لجان أولاد الأكابر مرة ثانية حتى حاول مئات الطلاب هذا العام إعادة المسمى مرة أخرى بعدما قاموا بعمل تحويل شبه جماعي إلى لجان بعنها في محافظة سوهاج من محافظات في الصعيد وخارج الصعيد توصلت بوابة الأهرام إلى تفاصيل القصة كاملة بعدما أظهرت وزارة التربية والتعليم نجاحا استثنائيا بقيادة الوزير طارق شوقي ونائبه الدكتور رضا حجازي وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم السنوي ومدير الإدارة العامة للامتحانات وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية وعدد من رجال التعليم السنوي والشؤون القانونية بالوزارة كانت البداية بوصول معلومة إلى الوزارة بوجود تحويلات مخلفة قام بها مئات الطلاب من محافظات عديدة إلى سوهاج وتحديدا إلى مدرستين تابعتين لإدارة دار السلام فبدأت تتبع هذه التحويلات في سرية تامة بعيدة عن أعين الإعلام والطلاب أنفسهم حتى تم اكتشاف الحقيقة الكاملة ومن هنا بدأت خطة المواجهة تحرك قيادات الوزارة كل في مساره بغرض الحفاظ على امتحانات السنوية العامة من الإنفلات على أيدي هؤلاء الطلاب خاصة وأن تلك التحويلات المخالفة غالبا ما تحدث بعدها كوارث في الامتحانات إما بإحداث وقائع شغب جماعية أو ترهيبا للمراقبين لإجبارهم على الغش أو الإخلال بالامتحانات أو تهريب وسائل الغش وتصوير ونشر الأسئلة وحسب المعلومات التي حصلت عليها بوابة الأهرام من مصادر عديدة داخل الوزارة فإن ملف التحويلات المخالفة كان يدار بمتابعة دقيقة من الوزير طارق شوقي الذي يوجه بعدم السماح لهؤلاء الطلاب بالغش في امتحانات السنوية العامة تحت أي ظرف ووضع حلول تضمن سلامة اللجان مع التحقيق باحترافية للكشف عن خبايا هذه التحويلات ووفق المصادر فإنه تم تحويل عدد من المسؤولين للتحقيق على وقع التحويلات المخالفة لطلاب السنوية العامة بينهم مسؤولون في مدارس ومسؤولون عن شؤون الطلاب في إدارات تعليمية كشؤون طلاب وشؤون تعليم سنوي سواء كان لهم يد مباشرة في إتمام التحويلات أم لا للوقوف على حقيقة ما حدث والأهم عدم تجمع هؤلاء الطلاب في مكان واحد وسبق للوزارة أن حددت مواعيد وشروطا صارمة للتحويل في السنوية العامة وتحديدا للصف الثالث السنوي لعدم تكرار ما حدث منذ سنوات من بينها حظر تسجيل استمارة السنوية العامة لأي طالب على لجنة بعينها طالما لم يمر عليه عام دراسي في نفس اللجنة ويكون محل السكن المدوم في بطاقة الطالب ولي الأمر مر عليه سنة على الأقل وهناك عدد من اللجان في بعض المحافظات محظور التحويل إليها بالأساس لكن تم مخالفة كل ذلك وتم التحويل لمئات من الطلاب وضربت الوزارة مخطط هؤلاء الطلاب من خلال الاتفاق بين الوزير وحجازي وعبد الحكم على أن يتم تفريق شاتات الطلاب المحولين وعدم تجموهم في لجان بعينها وعلى هذا الأساس تم إصدار أرقام الجلوس بطريقة الفركشة أي كل مجموعة من الطلاب يكونون في لجنة لا أن يتجمعوا معا الخطة الثانية كانت بمضاعفة أعداد أفراد الأمن الإداري بهذه اللجان بشكل لا يسمح تحت أي ظرف بحدوث وقائع غش جماعي أو شغب أو تهريب وسائل غش وبالفعل نجحت الخطة ومرت امتحانات السنوية العامة في لجان هؤلاء الطلاب بسلام دون تصوير أو نشر ورقة أسئلة واحدة من هذه اللجان وفشل مخطط الطلاب لتحويل المدارس المحاولين إليها إلى بؤرة للغش والإنفلات كانت المفاجأة أن هؤلاء الطلاب البالغ عددهم 1845 طالبا دفعوا مئات الآلاف من الجنيهات نظير التحويل إلى هذه اللجان بدعوة أن سمعتها معروف عنها الغش الجماعي لدرجة أن كل طالب دفع ما لا يقل عن 35 ألف جنيه نظير قبوله في المدرسة الخاصة المحول إليها وقد يتساءد البعض لماذا دفع كل طالب 35 ألف جنيه الإجابة ببساطة لأن هؤلاء الطلاب جميعهم اختاروا مدرستين خاصتين في إدارة دار السلام بسوهاج وبالتالي كل مدرسة اشترطت أن يدفع كل طالب مصروفات السنة الدراسية كاملة فلم يرفضوا الطلاب ذلك ودفعوا جميعا 35 ألف جنيه كمصروفات لكن في الحقيقة كانت دفع لغرض الغش الجماعي وقد يتساءل آخرون لماذا اختارت طلاب هاتين المدرستين تحديدا الإجابة ببساطة لأن هاتين المدرستين يتم توزيع طلابهم على لجان دار السلام معقل الغش والسبب الآخر أن المدارس الحكومية لا تقبل تحويلات بهذا الكم لطلاب في الصف الثالث الثانوي فلم يكن أمام الطلاب إلا التحويل لمدرسة خاصة هربا من أعين وزارة التربية والتعليم مهما كلفهم ذلك من مبالغ مالية ضخمة عكس التفاصيل القضية رغم إثارتها وتفاصيلها الكثيرة والمعقدة كيف أن وزارة التربية والتعليم لا تتغاضى عمدا أو تغفل سهوا عن إنشاء بؤر غش جماعي في امتحانات الثانوية العامة وما يثار عكس ذلك يمكن الرد عليه بهذه الواقعة فقط كان من الممكن التساهل مع هؤلاء الطلاب وغض الطرف عنهم لكن الوزارة لم تفعل ذلك بل تحركت بمنتهى السرية والاحترافية وأمانة المسئولية لنسف الليجان الأكابر من القاموس وضرب خطة 1845 طالب كان بإمكانهم وحدهم أن يرتكبوا وقاء غش جماعي بكل سهولة إذا تجمعوا في لجنة بعينها هكذا فعلت الوزارة وبتلك الطريقة خططت بعيدا عن أعين الجميع فنسفت مخطط الغش الجماعي رغم دهاليزه وأسراره المعقدة وأحالت كل المسئولين عن الواقعة للتحقيق ومن بعدها النيابة الإدارية والآن حان الوقت ليعرف الجميع كم ساعة وزارة التربية والتعليم لإخراج امتحانات السنوية العامة إلى بر الأمان دون تفاخر أو استعراض بصراحة يا شباب الخبر يعني نكات كلنا بصراحة بنصدقه ولكن السؤال دلوقتي لوزير التربية والتعليم لم يخرج بنفسه على الأقل على صفحته الرسمية مثلا أو في وسائل الإعلام المختلفة لمخرجش وصارحنا بهذا الموضوع لانتظر لغاية النهاردة وفكر النهاردة بس أنه هو يبدأ يعلن عن هذا الموضوع الجلل الخطير المعروف بلجان الأكابر في صعيد مصر وبالتحديد بإدارة دار السلام في محافظة السوهاج أكيد في علامات استفهام كتير حول هذا الموضوع بصراحة إحنا في انتظار السيد الوزير شخصيا أنه يخرج ويعلن هذا الموضوع بلسانه للرأي العام المصري حتى يتكون لدينا اليقين بهذا الخبر ومصداقية هذا الخبر لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله